معتز زدام حاول يمر الكورة الى محمد علي بن حمودة والتغطية من الفرشيشي مخطأ من الفرشيشي بن حمودة يتبع الكورة يراوخ بن حمودة ويسجل الهدف الثاني للتراجي الرياضي لتونسي محمد علي بن حمودة برشاو بورتونيزم يتبع كورته محمد علي بن حمودة لانه تمريرة معتز زدام كانت طويلة وتمريرة الفرشيشي الى حارس مرميه القيس العمدوني كانت قصيرة محمد علي بن حمودة في عملية مشابهة للهجمة متاع ومام شباب بالوزداد كان راوخ الحارس وراوخ المدافع لكن ضيع الفرصة وامام النادي الرياضي البنزارتي المرة هذية اليو سي دي تي حضرت ويراوخ بالحارس العمدوني بيسيقه اليمنى ويسدد بيسيقه اليسرى ويسجل الهدف الثاني للتراجي الرياضي لتونسي مع مطلع الفيقة 78 امامنا الاعادة تمريرة الفرشيشي ويتبع محمد علي بن حمودة يراوخ الحارس قيس العمدوني ويحط الكرة في الشباك هدفين مقابل صفر والتراجي الرياضي تونسي اقرب من اي وقت مضى من الدورة النصف النهائي لكأس تونس اخر مرة تراجي الرياضي تونسي العب دور نصف نهائي كان موسم 2016-2017 امام الاتحاد الرياضي ببنجردين في بنجردين وانهزم بضربات الجزاء هنا ذاك محمد علي بن حمودة محمد علي برمزان ومخالفة يتحصل عليها محمد علي برمزان